بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا فيكم في الدرس الأخير من دروس زولة الريفة المعماري 2011 في هذا الدرس سنتكلم عن الشيتس وعن الإكسبورت وعن البرينتينج من نافذة البروجيكت بروزر موجود عندي هنا الشيتس ولاحظوا أنه لم يتم إنشاء أي شيط حتى الآن لإنشاء شيط تضهر لي نيو شيط موجود في النيو شيط ضمن select title blocks موجود عندي جميع title blocks اللي أنا تم عمل load لها سابقاً لو أنت محتاج title block خاص بالمكتب اللي أنت شغال فيه ستدخل على load وتبدأ تحمل title blocks الخاص بالمكتب ضمن load family هنا موجود عندي title blocks هذا اللي بيوفرها لي الريفت أو مكتبة الريفت موجود عنها preview للأشكال اللي أنا أحتاجها والأحجام والمقاسات المختلفة بعد ما أختار الحجم أو المقاس اللي ناسبني أو شكل الشيت اللي أنا أحتاجه أرجع أقول له open أنا هنا سأقول له cancel وأختار من هنا A0 metric وأرجع أقول له OK حيث يظهر لي الشيت بإمكاني أن أنا أتوجه إلى هنا وأبدأ أغير في البيانات اللي أنا أحتاجها يعني مثلاً هنا في اسم اللوحة أنا مثلاً هختار 02 0-02-02-floor هنا إمكاني أن أغير بقية البيانات الموجودة عشان أضيف المسقط أتوجه إلى 02-floor وأسحبه مع الضغط إلى view هلاقي ظهر النافذة كده بتحدد لي مكان المسقط بعد ما أختار مكانه أرجع أقول له click أو أرجع أسوي click هيظهر للمسقط هنا ولاحظوا أن أنا مش هقدر أغير عليه لأنه ضمن الشيت لكن بإمكاني لو حبيت أن أنا أعدل أنا بس أختار البوكس هذا وأرجع أقول له activate view هلاقي نفسي أني قادر أن أنا أتحكم بعناصر المسقط بعد ما أخلص التعديلات اللي أحتاجها click يمين وأقول له deactivate view هيرجع لوضع الشيت الطبيعي طيب نفترض أني عندك مشروع كبير وأنك محتاج تجاهل الشيت للمساقط والواجهات والقطاعات والتفاصيل إلى آخره طبعا من الصعب أنك في كل مرة حتى تتطر تتوجه إلى الشيت و click يمين و new sheet وما إلى ذلك الرفت بيوفر لي طريقة جديدة وطريقة سريعة لشان إنشاء أكثر من sheet ب click واحد أو جدول واحد عشان بيسميها sheet list من tab view موجود في schedules اللي أنشأنا منها الجداول الأبواب والنوافذ والرومز حلقي عندي هنا sheet list click عليها هيفتح لي sheet list properties من fields أنا محتاج فقط sheet number ومحتاج sheet name أرجع أقول له ok هيفتح لي الشاشة هذه أنا عندي هنا sheet واحد اسمه A13 02 floor ممكن أبدأ مثلا A1 02 floor لما أقول له new من هنا هو الريدي سيسمي لي A2 مثلا هنا أقول له 03 floor أرجع أقول له new ممكن هنا أقول له غروف بعد ما أخلص الشيتات اللي أحتاجها أنشئ الواجهات أنشئ الشيت الخاص بالمساقط أو القطاعات التفاصيل بعد ما أخلص هلاقي عندي هنا new sheet أو من هنا click يمين نفس الطريقة new sheet ستظهر لي نافذة new sheet و ستظهر لي الشيتات اللي تم إنشاءها هنا فأنا سأختار الشيت اللي اثنين دول وارجع أقول له أوكي ولو دخلت إلى الشيت هنا سألاقي موجود عندي الشيتات اللي أنا أنشأتها بالكامل 02 أنا ممكن أن أرجع أسحب المساقط 03 والروف إلى النافذة هنا هذه الطريقة علشان أنشئ أكثر من الشيت بخطوة واحدة علشان أعمل export للأوتوكاد لو مثلا عندي المساقط هنا وحبيت أن أصدره الأوتوكاد عشان أشتغل عليه من الابليكيشن بوتون موجود عندي في الابليكيشن منيو الاكسبورت أتوجه إلى الكاد فورمات موجود عندي DWG اللي هو امتداد الملفات الأوتوكاد أضغط عليها سيفتح لي نافذة الإكسبورت كاد فورمات من هنا من view sheet set إما أن أعمل export للشيت اللي أنا فتحه حاليا sheet only أولا أقول له جميع الشيتات الموجودة هنا ولكن أنا أريد أنشأت فقط شيت واحد فهو يفتح لي لو أنا أنشأت أكثر من شيت أو بمعنى أصح لو أضفت لو عبيت كل شيت بالعناصر الخاصة بي كان حيضمها لي هنا في القائمة بإمكاني أختار أو ألغي هنا موجود بعض الخصائص الخاصة بملفات الأوتوكاد في العادة الخصائص الموجودة هنا كافية عشان كده أحافظ عليها ما تحتاج أنك تغيرها بعد ما أخلصها رجع أقول له next سيطلب مني أحدد المكان مثلا سأقول له على سطح المكتب يبدأ عملية التصدير هنا بعد ما فتحت الأوتوكاد ولاحظوا المسقط اللي أنا صدرته من الريفت إلى الأوتوكاد طبعا فيه اختلاف الألوان فيه اختلاف الطبخات أبدأ بأعدل إعداداتي الخاصة ممكن طبعا أنا كنت أعدلها من البداية من الريفت تعالوا نشوف آخر جزء اللي هو كيفية الطباعة اللي بيطبع طبعا موضوع الطباعة موضوع بسيط اللي بيطبع في الأوتوكاد هو نفس اللي عنده طبعة أكيد بيعرف كيف بيطبع لو من الابلكيشن بوتون حتى تظهر لي الابلكيشن منيو موجود عندي هنا البريند موجود ثلاث طرق أو ثلاث خصائص أو أنواع موجود عندي البريند عشان أطبعه وهنا البريند عشان أعمل بريفيو قبل الطباعة وهنا على التحكم بخصائص أو خيارات الطبعة أنا لو اخترت البريند أول خيار حتى تظهر لي نافذة البريند وموجود عندي هنا في ضمن السيتنغ موجود عندي هنا السيتاب اللي هي بريند سيتاب أو بريند سيتنغ اللي كانت الخيار الثالث اللي شفناه طيب من البريندد من هنا أبدأ أختار نوع الطابعة اللي عندك وطبعا كل طابعة حيكون لها بروبرتيز خاص بيها أنا ما فيش أي طابعة موصلة في الجهاز الآن فأنت بعد ما تختار الطابعة وتتحكم بالبربرتيز الخاص بيها تبدأ بعدين تشوف إذا أنت هتطبع أو هتعمل بريند توفايل لو هتطبع الفايل معين وهنا البريند رينج هل أنت هتطبع الكرينت ويندو يعني الويندو اللي قدامك الآن أو هتطبع فيزيبل بورتيشن أوف كرينت ويندو هل هتطبع جزء من النافذة اللي انت شايفها أو سيليكت فيو شيتز لو هتطبع شيت معين لو أنا اخترت الخيار الثالث هلاقي عندي هنا هنا بيبريني الشيتز والفيو أنا مش محتاج الفيوز أنا اختار الشيت و هنا لاحظوا الشيتات اللي أنا أنشأتها أنا موجود فقط هذااللي ضمنه المساخات المهم بعد ما تختار الشيت اللي أنت تهاجزت تدع تقوله novo sr oh بحيث ان حفظ لي من هنا من ال option اختار عدد النسخلى هالحمل ريفرس بريند أرد أراد و من هنا ممكن أدخل على الست اوب. علشان ابدأ اه اتحكم باعدادات الطابعة. هنا اختار حجم الورق اللي انا هختار به. البيبر. البيبر سايز. وهنا السورس. تابعي. هنا هل هعمله بورتريت ولا لاندسكيب. هل هخليها سنتر ولا هعمل افست. هنا الزوم هل هو او زوم. وانا احدد الزوم اللي احتاجه. هنا بعض الخصائص او اللي تنفعني. وما الى ذلك من الخيارات. جربوها وشوفوا ايش اللي انت تحتاجه. بعد ما اخلص ارجع اقول له اوكي. اوكي. بيبدأ يطبعلي الصورة اللي انت فاتحها. او الفيو اللي قدامك. بكده نكون خلصنا الدرس وخلصنا الدورة. واكيد طبعا فيه مواضيع كثيرة احنا ما تكلمنا عنها فهذه الدورة. بس مثل ما انا اشرت في البداية ان الدورة هتكون خاصة بالرسومات التنفيذية. يعني مثلا احنا ما شرحنا الماس. ما شرحنا كيفية عمل فاميلي خاصة بيك. الحقيقة المواضيع هذه انا بعتبرها مواضيع متقدمة شوية. والدورة كان الهدف منها تعريف بالبرنامج. ودورة موجهة للمبتدئين واللي حابين يتعلموا عن برنامج الرفت المعماري. ان شاء الله في دروس قادمة او في دورات في المستقبل. نبدأ نتكلم عن الماس. نتكلم عن الفاميليز. نتكلم عن الرندر وعن الامور الاكثر تعقيدا او نخلونا نقول الاكثر تقدما للدارس. اتمنى تكون الدورة مفيدة ونافعة. وشكرا لكل من تابعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.